من ناحية تانية القصة بتاعة عمر كمال عبدالواحد عمر كمال عبدالواحد عشي تبقى بس اجيب لك من الاخر الاهل عايزه والزمالك عايزه وعقد عمر كمال عبدالواحد مع مودرن فيوتشر ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع في يناير ومودرن فيوتشر عايز يجدد له يعني مودرن فيوتشر بيتحرك الاهل بيتحرك الزمالك بيتحرك وفيه طرف رابع كمان بدأ يتحرك بقوة جدا هو النادي المصري اللاعب له عمر كمال عبدالواحد قبل كده ولعب مع الكابتن علي ماهر قبل كده فالمصر يدخل بقوة في مفاوضات لضم عمر كمال عبدالواحد من نادي فيوتشر في يناير القادم يعني إيه؟ يعني اللي هيخش يدفع لمودن فيوتشر مقابل مالي في يناير وياخد اللاعب في يناير فيوتشر هيستفيد طيب لو إنت قادر تصبر على عمر كمال عبدالواحد لنهاية الموسم هتاخده ببلاش طبعا عشان تستنى لآخر الموسم في غيرك كتير يحاولوا ياخدوا لعب في لي بإمكانيات عمر كمال عبدالواحد ففيه مش هقول خناقة هقول فيه مفاوضات كثيرة حول عمر كمال عبدالواحد من أكتر من نادي طيب